محرك بنزين فولكس فأجن باسات بخمس 1.6 مميزات وعيوب فيما يلي بعض المميزات والعيوب المعروفة لمحرك باسات بنزين مميزات اقتصاد الوقود محرك 1.6 لتر بنزين في باسات عادة معروف بكفاءته في استهلاك الوقود يمكن للمركبة توفير استهلاك وقود جيد منا يساعد على تقليل تكاليف التشغيل اداء مناسب على الرغم من ان المحرك 1.6 لتر صغير الحجم الا انه يمكن ان يوفر اداء جيد للقيادة اليومية يمكن لهذه السيارة التنقل بسهولة في المرور الحضري والطرق السريعة قليلة الانبعاثات يعتبر هذا المحرك نسبة انبعاثات الغازات الضرة منخفضة نسبيا مما يجعلها صديقة للبيئة عيوب اداء محدود مع محرك 1.6 لتر قد تكون سرعة الاستجابة والقوة القصوى محدودة بعض الشيء قد تحتاج الى مزيد من الوقت للوصول الى سرعات عالية قد تكون اقل قوة في القيادة على الطرق الجبلية او عند القيان باعباء ثقيلة تأثير على الاداء عند السرعات العالية بسبب محركها الصغير قد تواجه بعض الضجة والاهتزاز عند القيادة بسرعات عالية عادة ما تكون تكلفة الصيانة وقطع الغيار لمركبات فولكس واجن اعلى من المعدل العام مما يجعلها تكلفة مرتفعة للمالك على المدى الطويل يرجى ملاحظة ان هذه المميزات والعيوب تعتمد على الاصدار المعين للمحرك وعام الصنع ويمكن ان تختلف من سيارة الى اخرى من الضروري ان تتحدث مع مالك سيارات باسات 1.6 ذوي الخبرة للحصول على تقييمات دقيقة حسب السياق والاستخدام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله